زاخرة جعبة التراث اليمني تبوح لك أكثر بما تحويه كلما اتسعى نظرك نحوها يتواجد هذا المحل الذي يعود تأسيسه إلى ستينات القرن الماضي في سوق الشانيني بمدينة تعز ويديره الشاب جميل خلفاً لوارده لكن جميل يقول إن عوامل الحرب أثرت سلباً على تجارته سبب الحصار والتحويلات التحويل على المليون استلموا أربعمائة ألف والطرق مغلقة ما فيش يدخلوا كانوا يدخلوا من عدة مناطق للحين يدخلوا اللي هم بالضباب اللي هم بالتربة بس والسياح ما فيش خلاص الكنسة من 2011 مطلعة الكنسة للسياحة كان في عمل أيام الأقانب تضرر القطاع السياحي بفعل الحرب وتأثرت بذلك تجارة المقتنيات التراثية اليمنية والمشغولة اليدوية ومنها الأدوات المصنوعة من الطين والخزف وركدت حركة بيعها وشرائها مؤخراً إلا ممن ظل متمسكاً بالتراث ومولعاً به من الجمهور المحلي أنا الحديد ما نشمنطبئن له هذا تراث حديد ما نشتيش حديد نشتيت تراث الحديد هذا تراب شوفه كيف هو تراب يطلع لك اللحيح تمام أشتري مدار أشتري كوز حق الماء نشرب بارد نبرد معه فيش كهرباء وهذا للسلطة للفتة يعني تراث أقداد ناء يعني أحسن حقه للحرف والمصنوعات الشعبية دلالات تعكس الطابع الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات واليمن تفردت بتراث اشتهرت فيه على مستوى العالم ونقلت إليه حنكة اليمني وأصالة وإن تراجعت اليوم مكانتها التجارية بفعل الحرب فهي ظروف مؤقتة تزول بانتهاء أسبابها أيمن قائد يمن شباب تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر